شاهد ماذا وجدوا داخل بطن هذه المرأة لن تصدق معجزة هزت الكون ورسالة من الله سبحان الله ولكن إذا كنت مسلما ادعمنا بإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا الفيديو سبع أشياء غريبة وجدت في أسام البشر في هذا الفيديو سنعرض لكم سبعة من أغرب الأشياء التي فاجأت الأطباء بوجودها داخل أسام البشر أولاً قرة عملاقة من الشعر في عام 2007 أتت فتاة في الثامنة عشر من عمرها إلى مركز جامعة راشا الطبي وهي تشك من ألم حد في منطقة البطن بالإضافة إلى أنها خسرت حوالي 17 كيلوغراماً من وزنها وفي حالة قيء مستمرة أظهرت صورة الرانين المغناطيسي قتلة داكينة كبيرة في معادتها قرر الأطباء إجراء جراحة لإزالة هذه الكتلة وعند إجراء الجراحة كانت المفاجأة أن الكتلة كانت كتلة كبيرة جداً من الشعر المتركم والمتف حول بعضه حيث كان طول الكتلة يزيد عن 30 سنتيمتراً ووزنها يزيد عن حوالي 4 كيلوغراماً وعند البحث أكثر في الموضوع تبين أن الفتاة كانت تعاني من حالة نفسية وهي تجعلها في رغبة شريدة في مضغ شعرها وكون الشعر لا يتم هضمه فمن الممكن أن يتعلق في الأحشاء ليترك ملاحقاً ويكون كتلة متزايرة في الحجم ثانياً دودة دماغية ما الشيء الذي من الممكن أن يخيفك عند معرفتك أنك غير مصاب بورم دماغي ربما دودة طفيلية وهذا ما حدث مع هذه الفتاة الأمريكية التي تم إدخالها إلى مشفى بعد ما كانت تشكم الرؤية المشوشة وبعض إجراء الفحوصات والصور اللازمة شخص الأطباء الحالة بأنها ورم دماغي وعند إجراء العملية وبعض فتح جمجمة المريضة وجد الجراح شيئاً مختلفاً تماماً عما توقعه فالورم الذي كان تشخيصاً للحالة لم يكن سوى دودة طفيلية عملاقة بطول عدد سنثمترات الغريب بالأمر أن هذه الدودة لم تكن نوعاً جريداً من الطفيلية التي لم يصادفها الأطباء مسبقاً بل كانت مجرد دودة شريطية عادية وعادة ما تعيش في الأمعاء الدقيقة ولكن في هذه الحالة وصلت إلى الدماغ تنتقل الديدان الشريطية عادة عن طريق تناول لحوم المواشر غير المطبوخة بشكل جيد ولكن وفقاً للأطباء فهذه الحالات التي تصل فيها الدودة إلى الدماغ عادة ما ترتبط بوصول الفضلات البشرية إلى الطعام المريض كيف وصل ذلك إلى المريضة هنا؟ قالت الفتاة أنها كانت تتناول أطعامة من الباعات المتجولين في الشارع فالانتقال أتى عبر طعام الشوارع من طهن دو معايير نظافة سيئة جداً بعد عمل جراحي كبير عانى رجل بالغ من العمر 57 عاماً من ألم شريد في منطقة الجراحة وعندما شكل الأطباء عن الألم طمأنوه بكونه شيئاً طبيعياً بعد عمل جراحي كبير لكن مع استمرار الآلم رجع الرجل إلى المستشفى بشكل متكرر دون أن يتلقى أي إفادة من الأطباء وقال الأطباء أن هذا الرجل مصاب بحالة نفسية وبعد مرور عامين لم يتعاف خلالها المريض من الجراحة وبعد إلحاح شريد من ابنة المريض وإشارتها إلى شيء غريب بارد تحت الجلد مكان الجراحة قبل الأطباء إجراء فحص أشعة مقطعية للمريض وكانت هناك المفاجأة عندما عثروا على معادات جراحية تستخدم عادة لإبقاء الفتاحات التي يحدثها الجراحون مفتوحة ليتمكنوا من إتمام العملية الأدات كانت بطول يزيد عن 25 سنتيمترا وبقيت لعامين كاملين ضمن جسد المريض ولكن في الواقع إن مثل هذه الأخطاء تحدث بشكل متكرر ففي عام واحد فقط 8722 أدات جراحية ضمن أساد المرضى في إنجلترا لوحدها رابعا جنين داخل رجل لا تعتبر الطفولة مرحلة سهلة للأطفال ذوي الانتفاخات البطنية الكبيرة هل أنت حامل؟ أو هل يوجد جنين في بطنك؟ فهناك نكة لا تحصى من هذا النوع ولكن المفارقة تكمن عندما يكون الكلام الساخر هذا حقيقيا نوعا ما الحالة هنا هي لرجل هندي من مقاطعة نجبر فمنذ الطفولة عانى هذا الرجل من انتفاخ كبير جدا في منطقة البطن بشكل لا يتناسب مع باقي جسمه حيث لم يكن يعاني من البدانة استمر الوضع هكذا حتى بعد أن تجاوزت 30 من عمره حيث أسعف في إحدى الليالي إلى المشفى وهو يعاني من ضيق في التنفس وآلام مبرحة وعند معاينة الأطباء له سارعوا إلى محاولة إزالة ما اعتقدوا أنه ورم دخم في بطنه ولكن بعض فتح بطنه وجدوا بدلا من الورم جنين متكونا جزئيا ضمن جسم الرجل وبعد دراسة الحالة بشكل أكبر تبين أن الجنين هو توأم الرجل عندما كان جنين في رحم والدته وقد عاني من حالة نادرة تتضمن أن أحد الجنينين خلال مراحل نموهم المبكرة في الرحم يبتلع إنجاز التعبير الآخر بحيث ينمو الجنين الثاني ضمن الأول ومن الممكن أن يستمر في الحياة لاحقاً معتمداً على مغذيات يأخذها من المضيف لكنه لا يستمر في النمو رغم أن هذه الحالة نادرة جداً وتوجد فقط 90 حالة موتقة في التاريخ الطبي فهي ما تزال مخيفة بشكل كبير جداً خامساً شوكة فرئة عندما تستمر حالة السعال الشريد لفترة طويلة جداً مثل سنة فلابد من إدراك أن شيئاً ما يجري بشكل خاطئ جداً الحالة هنا لرجل أمريكي باسم جون كان يعاني من حالة سعال شريدة تصل به في بعض الأحيان إلى أن يتوقف عن التنفس ويتحول للون الأزرق ويفقد الوعي وبعد مراجعة العديد والعديد من الأطباء دون فائدة حتى أن أحدهم اقترح إزالة رئة الرجل بشكل كامل لكونه الحل الأسهل وصلت الحالة أخيراً إلى طبيب أكثر تعقلاً ووجد أنه من الأفضل إدخال كاميرا إلى رئة الرجل لمعرفة ما سبب المشكلة وعند إجراء ذلك كانت المفاجأة وهي وجود شكل شبيه جداً بشوكة الطعام هناك وبعد إجراء جراحة تم فيها إزالة هذه الشوكة البلاستيكية طل التساؤل قائماً حول كيفية وصولها إلى ذلك المكان ويبدو أن التفسير الوحيد الذي كان لدى جون أنه كان يتناول المأكلات السريعة بسرعة كبيرة ويبدو أن إحدى وجباته كانت سريعة بما يكفي لتنكسر الشوكة ويبتلع رأسها ليستقر في رئته مسبباً كل هذه الأعراض ليس خفياً على أحد أن الأطفال يضعون كل ما يقع أمامهم في أفوالهم ولذلك فليس من المستغرب أن يبتلع الأطفال من حين لأخر قطعاً نقدية أو قطعاً صغيرة من البلاستيك الحالة هنا كانت لطفلة في الثامنة من عمرها في ولاية إنديانا الأمريكية أدخلت المشفى بعض معاناتها من ألم مبرحة في منطقة البطن ووجد ضمن أعضاء الطفلة الداخلية حوالي 30 مغناطيساً وقطعة معدنية وهنا من المهم تذكر أن المغناطيسات ستنجلب مع بعضها حتى لو كانت في أعضاء مختلفة من الجسم وهذا ما كذا أن يؤدي بحياة هذه الطفلة إلى الموت ووفقاً للطفلة فقد تناولت هذه المغناطيسات والقطعة المغناطيسية لأنها ظنتها حلوة فقط سابعاً مجموعة من أدوات المائدة عندما تدخل مرأة تبلغ 52 عام من العمر إلى المشفى وهي تشكو بألم في بطنها هناك عدة أشياء قد تخطر للأطباء ولكن الشيء الذي لم يتوقاه الأطباء عند معينة هذه المواطنة الهولندية هو الكتلة الكبيرة الكتيفة التي ظهرت في صور الأشعة الصينية المفاجأة الأكبر كانت عندما قاموا بإجراء الجراحة لإزالة هذه الكتلة فقد وجدوا ما يزيد عن 78 ملعقة وشوكة ضمن معينة المرأة وقاموا بإزالتها واحدة تلو الأخرى الحالة هنا تدعى بيسا وهي ما يدفعنا لمحاولة أكل الأشياء التي لا تعد طعاما لاستكشافها ولكن المعتدى أننا نتعد هذه المرحلة مع تعدينا للطفولة المتير للاهتمام هنا وجود دراسة تقول أن حوالي 9% من النساء الحوامل يمرون بمرحلة بحيث تتولد لديهم رغبة في تناول الجوامل إن أعجبكم فيديو اليوم من قناة هل تسمع؟ لا تنسوا الأعجاب والاشتراك ويمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة ترجمة نانسي قنقر